بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في هذا الدرس طبعا درسي لهذا اليوم صفحة 40 بالإضافة إلى صفحة 41 وكل الصفحتين يعتبرن قصة اللي هي story time وهذه القصة الثالثة اللي اتخذتها منهجك عزيزي الطالب إن شاء الله راح بهذا الدرس أفصل لك ياه وأشرحه وأترجم لك وأركز لك على أهم الأسئلة المهمة اللي تجيك بالامتحان المطلوب من عندك فقط التركيز على القراءة وكذلك على أهم الأفكار اللي أنا راح أحتيها وأقولها لو تلاحظ عزيزي الطالب هاي تعتبر story time اللي هو وقت القصة أو قصتنا تحت عنوان how to fill a space how معناها كيف to and fill نملأ space اللي هو الفراغ أو المجال يعني شلون نملأ هذا الفراغ إن شاء الله راح تعرف يا فراغ نحكي وعليمن إن شاء الله الأحداث راح تجيك بالتسلسل عزيزي الطالب عندك تمارين بالاكتيفتي بوك صفحة 57 التمرين الثاني اللي يجول هذا التمرين مهم جدا 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 نار وشرار موجودة بصفحة 57 تدير بالك عليها وتروح تحفظها وأنا شارح لك يا بالتفصيل لو تلاحظ هنا الاكتيفتي اي يجل لك listen اصغيلي أنا راح اقرأ اصغيلي بعدها شو تسوي read تقرأ قرأ من بعدي حتى تقوى قرأتك and find out واكتشف اشتكتشف الاجابة عليمن على ذن الثلاث اسئلة بالاضافة الى الاسئلة اللي موجودة بالاكتيفتي بوك فهنا find out معناها اكتشف طبعا ذن الاسئلة راح اقرأك يا وترجم لك يا واحل لك يا بعد ما افهمك القصة long ago واللي معناها منذ فترة طويلة منذ زمن بعيد شنو كان لو تلاحظ there هنالك lived عاش هنالك a wise معناها حكيم and معناها rich merchant اللي merchant اللي معناها تاجر غني وحكيم هنالك عاش حكيم وغني من هو merchant شنو merchant معناها تاجر when in iraq في العراق he هو من هو التاجر المرشانت شبي he هو spent قضا his working life في حياته العملية buying يشتري شراء and selling وبيع لحظ شراء وبيع شراء وبيع شنو لو تلاحظ اول شي يبيع ويشتري به هو gold شنو gold هو الذهب بالاضافة الى animal skins اللي هو جلود الحيوانات جلد الحيوانات جلود الحيوانات بعد سيوكس اللي هو الحرير سيوكس الحرير and salt والملح اذا لو تلاحظ ان الكلمات مهمة رح يسيلك selling شنو يبيع شنو يسوق شنو التسويق اللي عده شنو يشتري لاحظ عزيز الطالب شنو يشتري ويبيع فتقدر تقل gold الذهب animal skins جلود الحيوانات سيوكس الحرير and salt والملح وكلمة salt مهمة عزيز الطالب اخذتها بقطعة كريم اللي كان اسم الكتاب island of salt واخذتها انه اخو سمارة شو ضع في شاي امه بدلا من السكر اكيد salt اللي هو الملح بالاضافة الى هنا انه هذا salt يتاجر بيه من هو يتاجر بيه التاجر يبيع ويشتري بعد he had هو لديه a lot of الكثير من land تجي بمعنى ارض او اراضي عند الكثير من الارض يعني ارض كبيرة and he lived وهو عاش in a large هاي مهمة كلش كلش ادي اربع لك عليها he المرشانت اللي هو التاجر he lived هو عاش in a large منا نبدي he lived in a large هو رح يسيلك وين عاش ايش يقلك فانت تقل the merchant he lived in a large في large معناها كبير بعد strong house منزل قوي وكبير with a beautiful garden مع حديقة جميلة هذا السطر نار وشراف هذا السطر كلش مهم لو تلاحظ he lived هو عاش in a large strong house منزل قوي وكبير with a beautiful garden مع حديقة جميلة باختصار شديد ادير بالك على هذا السطر بس رح عيد اخر مرة للضرور القصوى لعين كلش مهم he التاجر هو lived عاش in في large معناها كبير strong معناها قوي house معناها منزل with مع يحتوي ش يحتوي a beautiful garden حديقة جميلة هذا كلش مهم دير بالك بعد هواف مع ذلك after many years بعد عدة السنوات اول العديد من السنوات however معناها مع ذلك after معناها بعد many years العديد من السنوات الماء اللي هو التاجر became أصبح old كبير مسن عجوز أوكي and tired ومتعب تعبان لحظ بعد هذا العمر الطويل أصبح كبير untired وتعبان هو قرر أن يعطي ثروته لأبنائه الثلاث شوف ثري معناها ثلاث لأبنائه فلو تلاحظ هسا هو قرر هو قرر أن يعطي ثروته هاي ريش أوكي to his ثري سنوات رح يسئلك ليش قيم ليش قرر يعطي ثروته لأبناء أهلية شنو السبب لو تلاحظ رح تجاب وشنقله هذا مهم because لأن he wanted هو أراد to spend أن يقضي مو تايم الكثير من الوقت ريلاكسين يسترخي in his garden في حديقته لو تلاحظ إذا قال لك ليش أعطى ثروتي تقل له بسبب لأن هو أراد أن يقضي مو تايم وقت أكثر أو الكثير من الوقت نفس الشي كلمة ريلاكسين جاي من الاسترخاء يعني يرتاح يريد يرتاح أوكي ريلاكسين معناها يسترخ يرتاح كأف بعد شغل وتعب وإلى آخرين وين يسترخي أو يسترخ in his garden في حديقته هذا مهم ادي ربالك علي عزيز الطالب هذه النقطة أو السؤال الثاني المهم كلش كلش نروح علما ننزل إلى الأسفل طبعا لو تلاحظ هذه الصورة هذا المأتشانت هذا التاجر هذولا أبناءهم ثلاثة طبعا الكبير راح يكون عندك اسمه ماجد هذا ماجد الثاني الأصغر من ماجد الثاني اللي هو راح يكون علي وأصغر واحد اللي هو حمد أو حامد بعد بكيف الاستاذي فضح حمد حامد نفس الشيء فأنا راح ألبضح حمد هذولا أبناء الثلاث اللي قرر أنه هو يوزع ويعطي ثروته لهم راح نيجي يعرفني عليهم جواب يقول طبعا معناها التاجر التاجر الكبير كبير الأكبر أكبر واحد كان من هو يدعى يسمونه شي يسمونه ماجد ابن الثاني ابنه الثاني ابنه الثاني كان يدعى علي الثاني شاسمه علي التاجر اسمه ماجد الأصغر من عنده اسمه علي انتبهلي الأكبر من هو ماجد كان يدعى حمد الزغير هذا أبو الأسود اللي قدامك شاسمه اسمه حمد بعد لو تلاحظوا ياي اللي هو التاجر كولد هز صنز كولد معناها استدعاهم صاحلهم دعاهم فلاحظ هاي كلمة كولد بمعناها يسمى أو يدعى أو ينادي فلاحظ استدعا دعا أولاد نادل أولاد المن توهم صاحلهم المن إلي وأخبرهم خطته شنو كانت الخطة إنو يقسم ثروته على أبنائي هذه الخطة وراح أجيك بعد وشوف الأفكار الجميلة اللي رح نلمسها في هذه القصة لو تلاحظ أطفالي أعزائي أطفالي أريد أن أعطيكم أو أريد أن أعطي ثروتي لكم اليوم أطفالي أريد أن أعطي أيض assembling بينما أنا على قيد الحياة يعنى أنا عايش لاحظ عزي الطالب أيضا بينما أنا على قيد الحياة يعنى عايش من السهل تكتب أن أقطعها أرض تقدر تقصدصها شوان ما يعجبك تقصدصها سهلا وأنا سوف أعطي كل واحد من عدكم أطع من الأرض التي تكون نفس الحديث نفس القياس يلزم هاي اللاند مالتي وقال عليها إيزي سهلة تكتب أن يقطعها وأنا سوف أعطي كل واحد من عدكم أطع من الأرض التي تكون نفس الحديث نفس الحجم طبعا بعد ما قالهم هذا الحجي وأكيد هم راح المفروض يعني بالنسبة إلي لا مواكتها بعدك إن شاء الله عمرك طويل أبوي إن شاء الله خيمتنا إنت إن شاء الله عزوتنا إنت إحنا بيك نحتمي بعد هذا العمر الطويل بعد هذا التعب إنت أبونا أبوي شو نقول برد الشار يعني شو نتمنى للعمر المديد هنانا جماعة شو راح يقلونا راح يقولون شكرا يا أبي يلا وزعنا المالات لاحظ شوف للأسف على العمم شكرا يا أبي شكرا يا أبي ثلاثة أسات قالوا ثلاثة أسات شكرا يا أبي وبعد شوف حمد شوف 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 الذكي بيهم بط لكن وات اباو ذي هاوس شوف شوف التركيز التركيز باعو ياي يقول لكن ماذا بشأن البيت والبيت وين تودي المنتطي لاحظ من اللي قال شوف هذا أصغر واحد بيهم هذا أصغر واحد المفروض العزيز اللي يكون مليه بالحنان والحنية اسمع الترتيب باعو ياي يقول وات اباو ذي هاوس اسمع بط لكن ماذا بشأن البيت أسكد حمد حمد طبعا التاجر اسمايلت ابتسم تعرفوا لها شي ابتسم لأنواعي يعرف الدنيا وتاليتها شنو يعرف النسة المكاسب والمناصب والدنيا بالأخير شي يكوه فهنا اسمايلت ابتسم ذات از ادفكالتي كوستشن قالهم مش قالهم قالهم ذلك سؤال صعب اي كانت انا لا يمكنني كتب ان اقطع ماي هاوس منزلي بيت جبير بالاضافة الى انه سترون قوي وشون يقدر يقسقس البيت فاش قال لو تلاحظي اي كانت كتم اب انا لا يمكنني ان اقطع ماي هاوس منزلي سو لذلك سو لذلك اي وانت انا اريد ماي هاوس منزلي ماي هاوس منزلي هو التاجر فتحه 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 انزل عمل معناها صغير كوينز معناها عمل صغيرة لاحظ لكي يبين يظهر ثلاثة واحد اثنين ثلاثة صغيرة كوينز بمعنى عمل بعد لو تلاحظ ننزل الى الاسفل وراح يقللهم شي يقلهم يقلهم خذ واحد خذوا عملة واحدة اتش لكل واحد منتكم اش ياخذ عملة واحدة عزيز الطالب هس اش اريد ما عندك اريد تركيز خاف اي سيلك خاف اي سيلك شي يقللك اش اعطى لابناءه او الثلاث لابنائه طبعا عزيز الطالب يكون جوابك هنا مو انطاهم كوين خليها ببالك ما اعطاهم عمل لا انطاهم هذا هذا مهم اعطى كل واحد من عندهم قطعة من الارض هذا الاطهم اما اللي راحوا يشترون بي اي فعلا قالهم خذوا عملة واحدة لكل واحد فهذا العمل هذا بالنسبة للعمل بالنسبة لا اقال لك شطاهم انطاك الفعل شطاهم اطاهم الارض مالته عزيزي الطالب بعد نكمل وتقدر تقول ان باختصار شديد اقدر اختصرها كلش كلش واقلب قطعة من الارض اطاهم اطاهم ثروته وفعلا اطاهم ثروته عزيزي فعلا سوى كانت الارض او البيت وشاله اطاهم 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 شوف هنا سوق نفس كلمة سوق بالضبط لاحظ بعد ان ديس باندت واصرفوها اذا لو تلاحظوا يقلهم اخذ هذه الكوين العملة لسوق للسوق ان ديس باندت واصرفوها الابن هذا الشرق بعشرة الابن الذي يشتري شيء ما الذي كان يمكنه ان يملأ هذه الغرفة اذا الشرط كان شنو ان الابن الذي يشتري شيء ما الذي بامكانه هذا الشيء ان يملأ هذه الغرفة والسوف هاذ يمتلك او يكون لديه يمتلك شنو المنزل لذلك كان العنوان مالتنا عنوان القصة كيف نملأ الفراغ كيف نملأ الفراغ والفراغ هنا يقصد بيبنوها الغرفة هذه الغرفة فهسا راح يرحون راح يقولون يقولون اذهبوا الان عودوا قبل الليل يلا روحوا للسوق كل واحد عمل تبيدة جبوا لي شغلة تملون بها هذه الغرفة ورحوا فكرة فهما راحوا يقول كل ولد اخذ عملة صغيرة وذهب إلى السوق ماجد ماجد دخل السوق 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 أول كشك 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 وماجد السوق ما راح يقول ستراو 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 هذا القيش هو صارخ ستراو القيش رخيص وإنه يملأ الفراغ فلاحظ عزيز الطالب هو عادة إلى المنزل مع ساكس ملأة أكياس فل مليئة أفستروا إذن ماجد اشترى القش فخليها ببالك عزيز الطالب هذه مهمة جدا جدا يسئلك شي اشترى ماجد إذن قل له اللي هو القش عزيز الطالب بعدها راح ننتقل آنياك إلى الصفحة الأخرى اللي هي الصفحة 41 نكمل بقية القصة مع عزيز الطالب لو تلاحظ هذا اللي موجود بهذه الصفحة صفحة 41 هو القش اللي اشترى ماجد هذه صورة القش لاحظ نجي المن نجي العلي اللي هو الابن الثاني علي دخل إلى السوق الابن الثاني راح يشتري يشتري ريش فاذرز هو صرخ شوف هي شاوتد هو صيحة فاذرز عزيز الطالب الريش رخيص وذ ساكس اللي معناها أكياس فاذرز من الريش لاحظ عزيز الطالب هذي الأكياس مثل ما تلاحظ أمامك بعدش عندي بقى بقى عدي حمد ولو تلاحظ حمد حمد دخل إلى السوق مثل أخوانا بالضبط هو مشى معناها مشى حول السوق و هو فكر و هو فكر لحظي فكر و فكر يعني أخذ وقت في من بالتفكير ثم كان لدي فكر طبعا راح يأخذ وقت قوي لحظي ماجد أند علي ماجد و علي ويتد انتظروا فور حمد لحمد فور رتس تو رتان أن يعود تو رتان أن شنو أن يعود تو دي هاوس انتظروا دي ويتد هوم انتظروا ان دي ويتد وهم انتظروا يعني أخذ وقت شوف ويتد انتظروا وانتظروا بعد شوف راح يثبت لك إنه أخذ وقت بعد الساعات مرت عبرت لاحظ أند وهي هو من هو حمد لم يصل ثم أخيراً من نجاح حمد ماجد 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 وعليش بيهم ضحكوا وين عندما ليش ضحكوا خلي نشوف وين عندما ذي سو هم رأوا حمد عندما شافوا حمد ضحكوا ليش ما عارف خلي نشوف هو ليش لديه أي شيء يعني هم اعتقدوا إنه حمد كل شي ما اشترى بعد مرور هذا الوقت الطويل وبما إنه ما اشترى وجه الليل إذن هو ما راح يحصل البيت ويصير البيت حصتنا لأن احنا اشترينا كياس من الفاذرز من الريش انت ستروا اللي هو القيش ففرحوا وابتسموا وضحكوا حمد ويلنات شبشي قولون حمد ويلنات حمد سوف لن جد يحصل المنزل ثو تعتقدوا فكروا ماجد انت علي هذا كان اعتقدهم أوكي راح نجي لمن نجي للي بعد the three sons الابناء الثلاث انت دخلوا the house المنزل together معا ثلاثتهم ثلاث الابناء الثلاث انت دخلوا the house المنزل together معا انت ووقفوا in front of a mom the father ابوهم وقفوا وقدام ابوهم واضحة الفكرة راح نصعد الى الاعلى ونكمل ونشوف حمد شي اشترى ونشوف حمد شي محضر لهم من مفاجئة خلوا المنزل اللي هو التاجر اسكد طلب his oldest son ابنه الكبير طلب من عنده يعني التاجر طلب من ابنه الكبير to go to go first and go first يبدأ او يذهب اولا يعني يبدأ هو اول واحد يفرغ فلو تلاحظ ماجد emptied معناها شنو فرغ emptied معناها فرغ المنزل المنزل مليئة نصفها فملأ نصف من عيدها بس نصد نجي المن نجي للأب وش راح يقول well done شون نقول عشتيدك احسنت صنعا فهاي well done احسنت said the father قال ابوهم نو الان ات علي ز تان الان دور علي اجي المن الدور العلي علي بدور اش راح يسوي علي امتيد فرغ لاحظ امتيد فرغ the socks اللي هي الاكياس of father's اكياس الريش around لو تلاحظ حول الغرفة واضح when عندما he finished عندما هو انهى the room was half full كذلك الغرفة امتلأت نصفها حال حال ما جد اوكي الابو ايضا راح يقول اللي هو التاجر well done احسنت صنعا said the father قال ابوهم no الان it's حامد تان او it's حامد تان انه دور حمد حمد سو stood وقف in the middle في المنتصف of the room في منتصف الغرفة لاحظ وقف النص بعد he had هو ليس لديه شوف he had no هو ليس لديه socks شن socks اتفاق تانيوك شنوه معناها اكياس اتياسة اوكي ولو تلاحظ بعد يقول then ثم he took هو took يعني شون نقول اخذ long طويلة white stick بيضاء عصا طويلة بيضاء اوت رح اصير هاي كلمة took اوت معناها استخرج طلع اخرج ثم then ثم he هو took اوت اخرج اخرج stick شون العصا عودة اوكي long تكون طويلة white بيضاء of his jacket من سترته ولو تلاحظ عزيز الطالب اش راح يتبين انه هاي العصا الطويلة الطويلة البيضاء رح تقول it was انها كانت a candle انها كانت شمعة اذا حمد الشمعة قد اشترى شمعة لاحظ هذا اللي اشترى خافي سيلك حمد اشترى فكلمة candle جدا مهمة وقلها علاقة بحمد وطبعا هاي الشمعة هي اللي راح تخليه حصل على البيت لحظ حمد place it حمد وضعها place it يعني خلاها مكان place it the candle وضع الشمعة in the middle في منتصف of the room في منتصف الغرفة and let it معناها شعلها شعلها وجاها the light from the candle الضو من الشمعة filled ملئ the dark room الغرفة المظلمة with light بالضو وإذن حمد استطاع ان يمل الغرفة بالضو من خلال الشمعة باختصار شديد أخواني الشبير ماجد وعلي اللي أصغر راح يقول what a clever idea يا لها من فكرة ذكية سيد ماجد عند علي laughing وهنانا ماجد وعلي وكلمة laughing هذا يدل على إنهم سعداء إنه أخوهم شبه رباح البيت هذا المبين الظاهر أما تجواب في الداخل الله أعلم فكلمة laughing تدل على إنهم سعداء أخونا أخو لتل الصغير أخونا الصغير is the clever son الأبن الأذكى الأكثر ذكاء الأب راح يقول yes said نعم قال من هو the merchant merchant من هو التاجر I think أنا أعتقد we all agree نحن جميعنا نوافق ذات بأن the house البيت will go سوف يذهب to حمد then ثم هسا منه الربح البيت حمد then ثم the three brothers الأخوة الثلاث جويند اجتمعوا the father بأبيهم and mother وأمهم for a delicious evening meal لوجبة مسائية لذيذة هذا بالنسبة إلى ترجمة ما موجود صفحة 40 41 عزيز الطالب بقت فكرة واحدة أنيوك هي حل الأسئلة الثلاث الموجودة هنا عزيز الطالب وأني رح أخليك ياهن هنا بهذا المربع الجميل وأمقل نفس الأسئلة لنا بخط أكبر قليلا حتى تقدر شوف وتفهم سؤال أول يقول ماذا يبيع التاجر الغني شنو كان يبيع ويشتري الجواب عزيز الطالب هو باع غول الذهب جلود الحيوانات سلوك الحرير والملح الأشياء اللي كان يبيعها ويشتري بيها ويتاجر بيها سؤال الثاني ماذا نقصد بالتاجر أعطى لأبنائه الثلاث والجواب هو أعطى لكل واحد من عدهم قطعة من الأرض هذا اللي انطاهم بعد نجي المن للثالث ماذا اشترى كل ولد كل واحد من عدهم شي اشترى طبعا أنا رقمت لك قيام بهذا الترتيب أول واحد ماجد بوت اشترى سترو اللي هو شنو القش لحظ بعد نجي للثاني اللي بعده علي بوت علي اشترى فاذرز فاذرز شنو اللي هو الريش فاذرز الريش لكن حمد حمد الفاز بالبيت اشترى 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 الشامعة فهناش راح يكون حمد اوكي بوت نوثنج اشترى لا شيء يعني اول بداية اعتقدوا انه شنو اشترى كل شيء ما اشترى فلاحظ اشترى لا شيء بط لكن فاجههم بمن اكاندل اللي هي الشامعة عزيزي تقدر تقول حمد بوت اكاندل وتقدر تحفظها كله جوابك ايضا صح ويخبل وجميل مثلك فبعد اكتفك تقدر تقول حمد بوت اكاندل جواب صح وتقدر تقول حمد بوت ناثن بوت اكاندل ايضا جوابك صح جدا اسف على طالع ان شاء الله افتهمت وان شاء الله استمتعتوا بالقصة وبهذا الدرس لحد لنا قد انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته